موجز لهم الأنباء أهلا بكم والبداية من إسرائيل حيث قال زعيم التحالف كخولفان بيني جانس إن الإسرائيليين اختاروا طريقة الوحدة مشيرا إلى أنه سيسعى لإنشاء حكومة وحدة لبرالية بزعامته تصريحات جانس جاءت خلال أول اجتماع تجريه كتلة كخولفان برلمانية بعد نتائج الانتخابات أما شريكه يائل لبيد فقال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يحاول إعادة الإسرائيليين إلى جولة ثالثة من الانتخابات منتقدا عدم اعتراف نتنياهو بإخفاق حزبه بالحصول على العدد الأكبر من المقعد من القدس انضم إلينا الزميل مروان عثامنا مروان يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي بدأ بعديد من التحركات ما هي آخر هذه التحركات لا سيما بعد تصريحات جانس وأيضا تصريحات ليبرمن بالطبيعة الحال محمد نتنياهو يحاول تكبيل جانس وحزب أبيض أزرق كحول لفان من تشكيل حكومة مع أحزاب الوسط واليسار والاستناد لكتلة مانعة من القائمة العربية المشتركة بالتالي كان قد وقع على تعهد بموجبه يمثل جميع أحزاب اليمين الإسرائيلي في أثناء المفاوضات مع حزب جانس في حال الدخول في مفاوضات اتلافية بالتالي يحاول تكبيل جانس ومنعه من تشكيل الحكومة حيث يدري ويعرف أن جانس سيرفض الدخول في محادثات وفي مفاوضات مع الأحزاب الدينية وكذلك مع حزب يمينة بالتالي هذا التكبيل يمائي لا يسمح لجانس بالوصول للعدد المطلوب للتزكية للحصول على تشكيل حكومة واسعة جانس كان قد أشار للياته دخول في حكومة واسعة لبيرمن كذلك الأمر كانت تصريحاته تقول بهذا الصدود وما يزال يستمر بتصريحات بهذا الموضوع يعني زيارة جريمبلات إلى إسرائيل مبوث الأمريكي في أي إطار تأتي اليوم؟ جريمبلات والأمريكيين عموما يحاولون جسد نبض الشارع الإسرائيلي أين تكف الأمور خصوصا بعد نتاج الانتخابات التي صدرت وأتت متقاربة بين المعسكرين حتى لا توجد غلب لأي من المعسكرين وبالتالي نرى أن جريمبلات سيولتك مع رئيس الحكومة نتنياهو على حدة وكذلك سيوفيقوم بلقاء جانس وهو أول لقاء لم يكن قد عقده في السابق معه بصفته كعضو كونيسة ورئيس لحزب كحولفان بالتالي هناك رؤية وإرادة لجسء نبض الطرفان وهل ربما يمكن للأمريكان المساعدة في توفيق وجهة النظر لربما خصوصا أن صفقة القرن سوف تطرح قريبا بحسب تصريحات الإدارة الأمريكية وحديث كثيرة كان نتنياهو قد أشار إليها بالتالي وأن هناك تحديات جسيمة أمنية وسياسية واقتصادية بانتظار الطرفين وبالتالي الأمريكان على ما يبدو أنهم يرودون رؤية وحدة في الشارع الإسرائيل أو حكومة واسعة باستطاعتها اتخاذ أي من القرارات التي يمكن أن تفضي لعمليات سلام مع الجانب الفلسطيني وإلى الأزمة السورية حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش أن الأطراف السورية توصلت إلى اتفاق على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد في خطوة تعتبرها المنظمة الدولية مدخلا أساسيا للعملية السياسية الرامية إلى حل النزاع المستمر منذ أكثر من ثمانية عوام وذكرت وسائل الإعلام السورية أن جير بيدرسون من المقرر أن يصل الأحد المقبل إلى دمشق حيث سيلتق الإثنين وزير الخارجية وليد المعلم إلى شأن آخر حيث قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تؤيد حق السعودية والإمارات في الدفاع عن نفسها وذلك عقب اجتماعا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن بومبيو دان الهجمات الأخيرة على منشآت النفطية تابع لشركة أرامكو وأيد دعوة السعودية لمشاركة خبراء دوليين في التحقيقات الجارية حول الهجمات هذا ويبحث وزير الخارجية الأمريكي مع حلفائه الخليجيين في أبوظبي ردا محتملا على الهجوم الذي استهدف أرامكو واعتبرته واشنطن عملا حربيا من قبل إيران في غضون ذلك قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني أن اطلاق تعبير عمل من أعمال الحرب على الهجمات التي استهدفت موقعين نفطيين ربما كان يهدف لاستدراج الرئيس الأمريكي لشن حرب على إيران نهاية الموجود نقاكم على رأس الساعة المقبلة بأمان الله